اهلا بكم موضوع النهار ده موضوع مهم قوي وانا بيني وبينكم لاحظت انتشاره في الفترات الاخيرة معرفش انا لاحظت طبعا هو الموضوع يعني موضوع مهم والله تخصص يعني جوه التخصص اللي هو وجاج العمود الفقري انا لاحظت ان الحالات بتزيد هل برضو ملاحظت الدخيقة ولا لا يعني لاز بس قال ضيف العزيز في الموضوع دوت هل الحالات بتزيد ولا احنا اللي بقنا نلاحظ اكتر الاهل بقوا عندهم دراية اكبر العواج بتاع منذ الفقر ده موضوع خطير يا جماعة وموضوع مخيف جدا جدا على كل المستويات المستوي الشكلي هو على فكرة اكتر في البنات في الموضوع بالنسبة طبعا للاهل البنت بالذات يعني حاجة وعلى مستوى كمان ان الحالة بروجريسيف يعني شفته في الاول يعني حتى الانيميشن بتاعه بيورينا في الاول هه سن ده وجاك وبعدين بدأت تزيد وبعدين بدأت تزيد ولو كملنا الفيديو هنلاقيه وصلت لمرحلة لا مقلئة جدا ومخيفة جدا وطبعا في المرحلة معنا التنفس هي بشكل عامل ازاي القلب هيتعامل ايه الكبد الاوعية الدموية والعجاج اللي موجود فيها دوت عجاج العمود الفقر يا جماعة موضوع في منتهى القسوة والخطورة وينبغي ان نتنبه له وداما في اسئلة كتير بقى انا في اسئلة هتصفد نفسها هو ايه اللي حصل ليه ده طب العلاج المبكر افضل ولا نستنى في السن يعني الموضوع احنا ملاحظه واحد يجي يتتصل بي اقول لي بنتي عندها لعواجك ده عندها كم سنة ثمان سنين تسع سنين تب دلوقتي نتدخل وانا السنة ما تكبر شوية وتدخل امتى مليون سؤال مليون ولذلك الموضوع ده مهم جدا فانا قلت لازم النهاردة يعني اولا نكلم فيه بالتفصيل ثانيا ان احنا نستطديف قيمة علمية كبيرة في الموضوع عشان نفهم كيف نتعامل مع هذه القضية المهمة جدا ضيف العزيز الاسم المتميز للغاية في هذا المجال السيد دكتور صبري رجب صاحب دكتورة جراحات العصام والعمود الفقري كلية طب جامعة القاهرة استشاري جراحات انا عمود الفقري واحد من نجوم هذا المجال اهلا بيك دكتور اهلا بيكتور منورني انت اكتر الحقيقة انا سعيد جدا بقبولة دعوتنا وسعيد كمان ان احنا هنتكلم على واحد من المواضيع المهمة باللغة العربية اسمه الجنف صح كده صح اي بات وباللغة الانجليزية اسمه سكوليوز سكوليوزيس طبعا ايه هو بقه الجنف او السكوليوزيس هو احنا يعني ننزل بس بصورة كده اه وربنا خلقنا ان العمود الفقري مستقيم الرأس في منتصف الحوت اي خلل في هزي العلاقة يعني لو بصينا على الصورة دي هنلاقي العمود مستقيم اي خلل في هزي الصورة بيعتبر جنف اعوجاك جانبي ده كان زمان نسميه اعوجاك جانبي انما في الوقت الحالي احنا فاهمينه او فهمناه لاحقا على انه اعوجاك في ثلاث محاور جانبي وللأمام والفقرة بتلف حولي نفسها يبقى اعوجاك ثلاثي التشوه ادي الصورة التانية بانت الصورة ايه اعوجاك جانبي لما بيتعوي الجانبي بقى بيخل بكل مقاييس الجسم تلاقي كتف عيلي واحد اعلى واحد اوطى بالنسبة للبنات السادي اعلى واوطى الوسط البنت مثلا بيبقى عليها عندها البنت عندها وسط سي علامة سي تلاقي حصل خلل في هزي العلاقة زي ما الصورة مبيانة للصورة دي ده اسمه العوجاج العمود الفقري ايه اللي خلي فيه عوجاك؟ والله تعددت النظريات والاسباب ما بين وراسي وما بين تلقائي وفي الاخر قلنا اديوباسك اديوباسك ده يعني غير معروف السبب غير معروف السبب ده النوع الشائع فيه انواق اخرى بقى خلقي اللي هو فقر غير مكتملة النمو يوم يعمل العوجاج فيه برضو بعض الامراض تبقى مصحوبة بالعوجاج انما في النوع الشائع اللي هو غير معروف السبب اديوباسك بالوقت الحالي احكي لنا فد ايه اللي بيحصل عراض القصة بتمشي ازاي؟ القصة انه بيحصل في بداية النمو اللي هو في هو اولا شائع في البنات اكتر من الاولاد يعني لو احنا بنعمل ولد واحد بيقابله ثلاث بنات من ثلاثة الاربعة ايه السبب في البنات الشائع على انه ليونة الاربطة وليونة العضلات بتبقى قوية اوي او شديدة في البنت عشان كتابة تبقى عرضة للعوجاج ده الولد بتبقى عضلاته قوية شوية فبيقدر يضد القصة دي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عوجاج جاني بالفقرة تميل على جنب عادة بيبقى شائع عن ناحية اليمين بالزبط الصورة كده وبعدين احنا عندنا ثلاثة اربع مناطق في العمود الفقر الفقرات العنقية منحنية للامام والفقرات الصدرية منحنية للخلف والفقرات القطنية منحنية للامام والفقرات العجوز منحنية للخلف العمود الفقر لما بتعوب بالجم والفقرة تطلع لقدام يوم يقلل التحدي بالفقرات الصدرية والفقرة تلف حوالي نفسها يبقى كده عوجاج في ثلاث محاور ده الكلام ده فهمناه مؤخرا لما كان زمان يعني كان الكلام ده زمان مثلا 1960 1965 لما بدأوا يعالجوا الموضوع ده كانوا يفاكرينه ان عوجاج جانب في التجوح وذلك كانت النتاج مش حلوة او الحقيقة فاصبح دلوقتي المفهوم انه عوجاج في ثلاث محاور وبالتالي طريقة العلاج بنتبع طريقة التشوه يعني بنصلح برضه في ثلاث محاور وديه النظام الجديد اللي هو في العلاج الحقيقة هل الانسان ده بيشتكي في بدايته او في اي واحد من الوقات باعراض عصبية زي مثلا ضعف تنميل كلام ده كله لا لا لو فيه الحاجات دي اللي عوجاج مش تلقائي بسبب حاجة في المشكلة في النخاع الشوكي وده من احد الوسائل اللي احنا لما نيجي نفحص العالي لازم نفحصه عشان نستبعد وجود مشكلة في النخاع الشوكي لان لو فيه تنميل فيه خلل في الماشية فيه خلل في الاعداء فيه خلل في العضلات يبه ده سبب من اسباب اللي عوجاج وليس تلقائي مش ايدو بسك يعني ده وعشان كده لازم نطلب رانيم مناطيسي في هذه الحالة عشان نستبعد وجود اي مشاكل جوه النخاع الشوكي وهي المسببة هذا المرض لان لو فيه اي مشاكل في النخاع الشوكي وهي المسببة هذا المرض زي تكيس جوه النخاع الشوكي مثلا اه شق عظمي في النخاع الشوكي يبه لازم تدخل جراحي بواسطة الجملاء جراحة المخ والاعصاب لتصليح هذا السبب وبالتالي ممكن العوجاج يروح ويتحسن من الواحد وكده او اللي فاضل بنتعامل معاه فلو فيه الحكاية دي بلا دي حاجة خطير المرض ده بيزيد مع السن؟ هو بيبتدي في فترة النمو اللي هو احنا من بداية من 9 سنين من 8 سنين او 9 سنين لحد فترة البلغ اللي هو 17-18 سنة بيبتدي من 9 سنين يقوم يبدأ عوجاج بسيط وبعد كده بيزيد مع النمو زي حضر لك الفلاح البسيط اللي هو زرع شجرة قدام بيته مثلا طول ما الشجرة سيارة عدلة اول ما الشجرة تطول طول ما حتفة على طول فيبيعمل اي بقى يقوم جايب عصى او حاجة يقوم عصب الشجرة عليه عشان يعدلها وهو ده اللي غالبا بنعمله ده اللي غالبا بنعمله ده اللي برضو تقويم يعني الصورة دي لو ابتدينا في الفيديو ده هتلاقي بدأت باع وجاك شديد ده المهمل اللي هو يعني توريك وبالتالي ده فيه بينعاني مشاكل كتير جدا ده زي ما حالك قلت في المقدمة التنفس طبعا بيتأثر القفص الصدري بيحك في الحوض يعمل ألم خلل في كل موازين الجسم ودي من أصعب الحالات الحقيقة اللي هو من اضطر نتبع أساليب قاسية جدا في التصليح اللي هو نقص العمود الفقر ونعدل وده محبب الخطورة طبعا طبعا فحننصح لأهل الحقيقة ما نستناش للدرجة دي ايو ده ده حنتكلم في توقيت الإعلاج ولما نوصل للإعلاج ايه أدوات التشخيص يعني العنة هيجي لك غالبا بييجي في سنة كاملة سنة تسعة سنين عشرة سنين إنه زي مبكر عن كده يبقى خلقي وإحنا بنتكلم على العوجاج التلقاء اللي هو غير معروف السبب ده موضوع الحال اللي هو اللي هو الشائع تماما اللي هو بنتعامل معا كلنا في عظمة اللوح أعلى في الضروع أعلى يبدأ بقى ينتبه ويبدأ يلف ويبدأ يعمل أشعاعات ويجينا نشوف يعني بنشوف العيان عادة عادة منتدخلش جراحيا إلا إذا العيان في علامات البلوغ اللي هو ظهور شعرة تحت الإبط صوتي خشان في الولد شعرة فوق العانة في علامات وأشعاعات برضو يعني تكلس الحوض نفسه يبقى درجات خمس درجات درجة أولى درجة تانية درجة تالتة رابعة خمسة اللي هو تكلس السطح العلوي للعظمة الحوض أو الحوض يقفل الحوض الاستبلم نفسه بيبقى علامة سلاسية زي علامة المرسيدس كده فلازم يقفل يبقى قفل تماما يبقى كده احنا كده دخلنا في مراحلات بلوغ معنايا المضاعفات ايه اللي يحصل لو انا اهملت اللي احنا شفنا في حياتنا زملاء ما يتعلجوش كملوا حياتهم كده هو تعرفت القصة انه لما بيغمل بيبقى كريبلد العيام بيبقى معوق بمعنى الشكل بيبقى معوق الوظيفة بيبقى معوق الام مبرحة جدا ما تحتاج كمية جرى جدا من المسكنات لا يعني تعرفت القصة فخلاص ما بقتش تتساب ولازم يتعمل واحنا بنشتغل يعني دايما لما بيجينا العيام بقى ونشوف اللي عوجاج بنطلوب له أشعات مطرية معينة كده أشعات طولية على العمود الفقر كله منقيس الزوايا الزوايا الدكتور اسمه هو اللي اختار على الزوايا بياخد الفقرة اللي هي بداية الكيرف وفقرة نهاية الكيرف ويعمل الخطين بينهم ويقيس الزاويا بينهم اسمها كوب أنجل بنبتدي من عنده كوب أنجل 40-45 ونبتدي نعمل عمليات الحنائية بدرجة معينة بدرجة معينة هي اسمها كوب أنجل هي دي الزاويا اللي بنقيس بيها درجة اللي هو جال بنبتدي من 40-45 ونبتدي لعملياتنا نستناش بقى 130-120 لان دي بتبقى تحتاج مننا أساليب غير تقليدية للجراحة اللي هو قص العمود الفقر عشان نستعدل وده بيبنحط بالخطورة الحقيقة فإحنا بننصح بإنه يبقى بدر يعني التبكير في الحالة دي أفضل شيء أفضل شيء طبعا التبكير في الجراح هو اللي يعني عس برضو إن إحنا في الآخر عايزين نصلح العمود الفقر ونثبته فالنمو بيقف طبعا فإحنا برضو عايزين الولد يكون طويل وجاب طول كويس بالنسبة للضهر يعني عند سن 10-12 سنة من 17-18 نبتدي نشتغل إيه الخطة العلاجية إيه طرق الإعلاج المحتملة طرق الإعلاج بتختلف حسب الزاوية لو ولد مثلا عمره 9-10 سنة وجاي زاوية 35-40 بنلبسه حزام ونتبعه لو جاي 10-12 سنة وزاوية 45-50 لأ بنشتغل عمليات وبنعمل عمليات أول فكرة إيه الفكرة لما بيشتغل عمليات إن أنا أفك العمود الفقري أفكه أسيبه وحط مصامير واستعدل وحط مصامير وأعمده واستعدله عليه وحط عم عشان يلحم الغرض النهائي في العملية إن أنا ألحم أقل فقرات وحط أقل مصامير بحيث تدين استعدال أحسن استعدال يبقى أقل فقرات وأقل مصامير وأحسن درجة استعدال وده يتوقف على إن خلخالة المفاصل اللي هي الخلفية للعمود الفقري هل الأمر يختلف حسب العمر؟ يعني مثلا هنا في حالة زي دي مثلا بنتي دي عمرة 16 سنة جات لي بالعوجاج ده بقالها سنة أممتها لحظتها يعني فيه عوجاج جوبين وضعها البنت كتف أعلى من كتف عظمة اللوح برزة الدلوع برزة دي 16 سنة فلازم نتدخر جراحيا طبعا لإن زي تعتكت حوالي يعني عندها كيرفين كيرف في الفقرات الصدرية وكيرف في الفقرات القطنية الكيرف في الفقرات الصدرية حوالي 46 أو 47 والفقرات القطنية حوالي 31 30 فدور كيرفين أصيلين في العوجاج فلازم يتصلح عوجتين على مستويين معينين وأصيل أصيل عوجاج أصيل مش كومبنساتوري يعني مش تعويضي لا يعني ده أصيل يعني لازم يتصلح يعني فيه تأسيمات معينة بنتبعها كده ومقاييس معينة بنتبعها عشان نصلح الغرض في الآخر إيه إن أنا طلع الولد معدول أو البنت معدولة بأقل عدد مصامير بأقل مستويات لحام فقرات لأن أنا بحط عظم في الآخر عشان يلحم يعني شوف حظاك الصورة للأشعة عاملة إزاي شوف اللي بعد العملية مباشرة يعني معدولة تماما مفيش أي يعني يكاد يكون مفيش أي زاوية خالص يعني بأقل عدد مصامير بأقل عدد مصامير آه ده الفيديو بتاعها بعد العملية في نفس اليوم بتتحرك كويس لا معدولة آه معدولة آه هي طبعا بتاخد وقت عمال ما تتصبت أولا يومها 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 بالضبط يومها بالضبط وإحنا كمان بنوضيف لها اللي هو المسكن بتحكم المريض اللي هو Patient Controlled Analgesia بحيش بحيش أن العيان يقدر يزود درجة المخدر عشان الألم أول 24 ساعة الأعمار بتختلف إحنا اتكلمنا على الزواية يعني ما واضح إن فيه فيلم بعض وضوع الزواية ده فيلم آه وتأسيمات معينة وتأسيمات وخصص المية عشان نقدر نشتغل آه شوف بقى لما أهمل الصورة دي زاد أوي يعني مثلا الزاوية هنا 110 أو 90 من 90 إلى 110 زود للنحناء زود للنحناء شوف وبعدين بقى بيزيد في كذا في كذا تجاه يعني جانبي وأمامي خلفه فيه تقاوس كيفوسكوليوزيس بالضبط الأحدب ومعبوغ طبعا إحنا عندنا في الأدب مشهور قوي قصة أحدب نوتردام دي قصة معظومة في الأدب عملها آنتوني كوين زمان فيلم رائع جدا وكان طول عمر الأحدب في مكان يعني بيتعامل معاملة يعني المتجاهل يعني طبعا طبعا يعني فيه فيلم تنمر يعني تنمر طبعا خطير وده يمكن أحد الأسباب إنه هو بيدفع البنات والصوبيان إنهم يجوا يقول لك ده ده خلينا أقول يعني برضو إيه يعني فيه حالات يعني مثلا الجنف في البنات لازم يتعالج مبكرا بص بي خاص لك القصة راجل فلاح جاب لي بنته بقول له يعني ممكن تيمش كده قال لي بص يا دكتور أنا حصرف عليها لو أنا ما عمدش عملية حصرف عليها أكتر من تم العملية بقول له ليه قال لي عيبعا عندها عيب اللي حيجي لها مش حيخطوبها ويخطوبها ويبقى عنده مشكلة فلازم يجيب لها شقة ولازم ولازم ويحصر فعلا كتير جدا عشان تمشي الرجل فلاح هو لخص الموضوع في هذا الموضوع بص لها موضوع أقصادي بحث قال لك لا لا ده أنا عايزة عديلها عشان تتجوز لإن لو ما تجوزتش عبطر يجيب لها شقة هو على فكرة الرجل أكيد بيحباها وابتالي طبعا يعني بيتكلم في كل يعني هي لو ما تعملتش هيتطر يجيب لي العريس مغريات عشان يرتبط بيها وده حب اه ده حب طبعا طبعا حب طبعا حتى يكره أولاده اه طبعا نكمل كلامنا نشوف الحالة اللي بعد كدهوت لأنه كان سؤالي على السن اه هو بيبتدي يعني هو الديوباسيك ده عن 9 سنين 10 سنين يعني هو فترة البلوغ النمو اللي هو الولد اللي قصير صير وفجأة طول بره واحدة هنا نرجع بسا بالأشعة يعني الأشعة اللي فاتت الأشعة عشان نقارن عشان نقارن اه اه ايه انا شايف واللي قابلها برضو واللي قابلها برضو عشان نحفظها لأن ده حالات عنيفة جدا عنيفة جدا عنيفة جدا دي بعد العملية دي بعد العملية تصلحت تماما اهي دي الأشعة هي فكناهم الصدر وشن الغضريف كميت مسيبير كتير مش لا معقولة تحمل عادي وتحمل وتولد طبيعي جدا دي الأشعة الجانبية هي هل تحتاج لعلاك طبيعي لا لا ولا حزام ولا حزام ولا جبس ولا أي حاجة خالص اه لكن في حالات تحتاج حزام مش دي حالات بسيطة اه حزام مع العملية لا مش مع العملية قابل العملية اه اه بس لها شروط معينة حاجات البسيطة احنا نتكلم عن التدخر الجراحي بقى انما الحزام ده ليه موضوع تاني خالص يعني لو في حالات معينة ميلد يعني درجة بسيطة اه ويعني قرب على البلوغ وبتاع ممكن نلبسه حزام لحد ما يعدي فترة البلوغ دي وبعد ان نقلعه هل في أنواع للجراحات دي هنا بقى ولد هنا ولد اه يعني شوف حضرك العوجاج بتاعه يعني شوف المقاييس مش مظبوطة كد في الشمال اعلى اينا للضروع دي قابل العملية ده ولد عمره بعدها باسبوع يعني شوف الأشعة بتاعته اه أشعة حرف اس يعني يكاد يكون عدلة تماما بعد العمرية قابل وبعد اه دي صورته قابل وبعد شوف هنا الشلع الشمال دي المقاييس مش مظبوطة الكتف الشمال اعلى الضروع هنا لا يعني الكتفين مظبوطين والوسط والجرح الحمد لله مش باين فدي بعد سنبعد ست شهور من الجراحة هل السيفيرتي تختلف ما يستطل الرجالات لا لا غاليما هي نفس الدرجة نفس الدرجة ما بتشوفش يعني لكن العدد هو اللي بيختلف العدد هو اللي بيختلف بزي بقول لحدك كده كل ولد يقبله اربع بنات او ترب بنات ايه الجديد في النواية دي نجرح اللي هو اللي هو التصليح في التلاتة اتجاهات كنا الاول دكتور هارينجتون ده عمل اختراع في الاول خلال سنة 60 65 كان بيحط خطاف على اول الكيرف وخطاف تحت ويفردوا خلاص فكان بعد شوها بقى الخطاف يطلع العمود يطلع كانت فلير عالي جدا فشل في الجراح فبدأوا يفكروا ايه الموضوع فوصلنا لدرجة وصلنا بقى الكونسبت او المضمون اللي هو اعوجاك في تلاتة اتجاهات وعلى هذا الاساس بنصلح وبدأت النتاج تبقى احسن طبعا ودخنا المصامير في عنق الفقر نحط المصامير في عنق الفقر ونعدل ده الجديد في العوجاك في دعامات بين المصامير بتحطوا بعض عمود طبعا عمود بيعدل تماما عشان عشان نعدل على العمود نفسه لانه لازم المصامير هي بتشتغل على عوامير بالضبط كده ونحط بقى ترقية عظمي على العمودة ما بين الفقرات بحيث تلحم غرض في الاخر انها تلحم تبقى فيوزد تلحم أجزاء معين لا تلحم كلها كلها اللي أنا ثبتته لازم يلحم لانه لو ملحمش غالبا المصامير هتتكسر تمام العيان لنا حركته تبقى الرنج بتحدي هو احنا لنا بروتوكول معين بعد العملية ان العيان بنودي قوضة بعد العملية مباشرة غرفة الرعاية مركزة بس منفاصل مع أهل حطوا لهم منطر وحكيمة تتابعوه لمدة 24 ساعة وبيتمشى من بعد العملية اول ما يفهم البينجو يبقى كواسي يدر يوم يمشي يتماشى من غير مساعدة من غير مسيناد ولا اي حاجة الاكل والشرب بنستنى عليه لحد ما أصوات الأمعاء ترجع لانه احنا لما بنصلح العمود الفقري بيشد على الأمعاء فبيحسس شهات هدوء او تصبت لحركة الأمعاء شوية فبنستنى عليه على ما نسمع أصوات الأمعاء او يطلع ريح او او بحيس انه يبدأ يشرب بسيط في الفترة دي ممكن يمس تلج فيه يعني كذا حاجة وبعد كده يتحرك ويقعد معانا 3-4 أيام لحد من الطم يعني حالته كويسة يلا روح على شهر يبدأ يروح مدرسته شهر ونص شهرين ثلاث تقريبا ثلاث شهر يعمل كل حان تقريبا ثلاث شهر يعمل كل حان الحركات بتاعته يعني هيقدر يعني هو طبع مش هيلعب او ممكن يلعب كورة انه ممكن يلعب بسام بوكس يدرش يلعب مصرعة اه لا الحاجات اللي عنيفة دي اه انما ممكن يجري يلعب كورة يجري يلعب يمرس رياضة مفيش مشاكل يلعب بسام سلة طايرة مفيش مشكلة اه اه الطايرة مفيش مشكلة لا مفيش مشكلة انما بوكس ومصرعة لا البوكس قسا اه مخيفة يعني اه العيان دوت او الطفل ده الشاب دوت متابعته معك كتبه ماشي ازاي والله بنشوفه بعد العملية باسبوعين وبعد العملية بنا متابعه بغية 6 شهور سانة بعد شهر بشوفه بعد 3 شهور بشوفه بعد 6 شهور سانة بعد سانة اقول له خلاص بقى كل سنة شوفك مره كل سنة شوفك مره اعذروني كل سنة اه هنا هنا بقى نوع تاني يعني تورك واهمل لحد ما بقت عنيفة جدا حنشوف الصورة التانية بقى شوف تقوست تقوست تحدى صورة دي من الجامب اه من الجامب بس بقى زاوية عالية جدا شوف بقى حضرتك هنا بقى عملنا عدلنا العمود الفقري هتشوف بقى الصورة اللي بالجامب اه رجعنا رجعناها وبقى اسامنا العمود الفقري حيعملنا له زي استيوتيومي كده وحطينا فقرة صناعية اللي هي الشبكة اللي موجودة دي مكان القصط العظمي مع الانسان لكن العيان تحسن بتاعه بيكون ايه من احسن نتائج بيتحسن حسن تماما ليه بقى عيان جاي مع وجوة عدل يعني حركته عادة نتائجة مبهرة جدا الحقيقة العينين بيقولك ايه كلام العين نفسهم في الكلام انا حياة اتغيرت يعني اقوله يعني لو حد بياخد رأيك اقوله اقوله يعمل دلوقتي لا يعني كلام الحقيقة مبهر جدا جدا لان نتائجة حلوة اقول يعني من احسن النتائج نتائج حالات عيوجاج العمود الفرق لو اتعملت مزبوط لو اتعملت حسب التأسيم الصح هنقف فين هنقف في الفقرات العلوية الفقرات السفلية هنحط مصاملنا فين لو حد فاهم القصة دي بيحقق النتيجة كويسة جدا الحقيقة بترسم العملية اه طبعا اه طبعا يعني ما بنجيبش ورقة المزروب بتاع الاشعة نفسه بنرسم الخط ما هو بس اذا لم تخطط هتفشل اه اذا ما يعني فيه نط بلان بلان توفلير اه 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 لو انت مخططش هتبت بلان انك تفشل على كل بلازم خطة الحقي عشان نحطها نحط مصامل فين وحنقف فين وفوق وتحت ونحط مصاملنا في النص يعني لا محتاجة كلام يعني من احسن الجراحات فيه جهد اه طبعا عشان تشد على العمل الغطري وتست وإحنا كعظام برضو جمدين يعني لا من عاد العظام عظامكم بجي ماشو على ربي كل قسم العظام لازم تلاقيه في تكوير العضلي بحكم العمل وقعت في الجم 24 بالزبط كده بس الجم ده جم حياة أبوك بشري حياة أموك يعني ما عندنا لاش مشكلة الحياة في الفتنس من الجراحة الحياة التطور بقى هل العملية دلوقتي دخلت تقنيات التقنيات ونحن نعملها على نافيجيشن أو نعملها الحياة كلام ده كلام لسه برضو في المهد لم يعني قليلين أول بيشتغلوه الحياة في مشاكل طبعا لأنه الغرض والآخر نلحم الفقرات أنا لما حط مصامر من فتحات صوارة في الجيد الحياة من الفقرات إزاي يبقى غالما اللحم مش هيبقى برفكت مئة في المية فلسه الكلام ده في المهد الحياة لما بقى الشائع أو يعني الحال خصوصا أنا كمان أنا لما بفتح بخيط العين تجميل ما بيبانش بالعكس الفتحات الصوار دي بتعمل زي كيلويد كده عيوب في مراهم بعد العملية بحيث انه على سنة تقريبا ما يبانش اللي سكار بتاع المريض هو الظاهر عموما جميل في التأمات بتاع يعني الظاهر من الحدث اللي بتلتأم حيلا بس الحياة يعني مع احترامنا اللي بيشتغل اللي هو الفتحات الصغيرة دي من كتر دخلة الاستوانات والهارس اللي بيحصل فيها بيحصل التأمها مش حلو تم تعمل زي كلاكيعة تبص لقيل العين جايلك مثلا مفتوح دهره عشرين فتحة كلهم مشوهين انما دي فتحة واحدة وبعدين الجرح بيخف بالعرض مش بالطور يعني لو عملت سنتي زي عشر سنتي فبيخف بالعرض كله بياخد اسبوع عشر ايام وبيبال عين كويس جد هل الحالات اللي بتترك وعين جيلك عنده 35 سنة 40 سنة عملنا عملنا بس هو اللي عيني يبقى ويعمل عايز يعمل عنده الارادة عنده الارادة وفي عين وليك خلاص بقى انا هعمل ثاني ليه انما عملنا عينيين 35 انا شخصيا عملت 35 سنة هل ممكن اعادة العملية مرة اخرى لو تعملت مش ويبص النتائج اقل طبعا طبعا يعني الدين ظهر ما تفتحش هجيبلك نتائجة 100% كل ما بتفتح اكتر كل ما النتائج بتقل طبعا هسماعك بقى حاجة ابتكرناها احنا عملنا شخصية بتفتي الحاجات دي فيها فاتي كتير طبعا وهجيد بيجيلك فعملنا احنا شخصية بتفتي وسميناها ابو العريف هسماعك ابو العريف ده هيدحكك جدا لانه اكيد في مجال الجنف والعيلة هو ابو العريف ده مش في الجنف مش في الجنف هو في حالات الغضروف وفي حالات الاختناء العصاب بتاعت بصلا العين جاي قطع رجله مش عملك ده ابو العريف انما الجنف لأ يعني صعب يفتي اه هيفتي يا حيقول ليه هو ابن لازين امفتري هنسمع ونشوف ايضا ان ابو العريف ده كتير اقو في العمود الفقري مش فهم ليه مش فهم ليش معنى العمود الفقري هو الحيطة الواطية اللي بيخش ابو العريف ده بيعالج الغضريف بكريمات بكريمات موضة اه كريمات ايه انا مش عارف انا هيعالج ايه هيعالج انا مش فهمش معنى العمود الفقري هو الحيطة الواطية اللي بيفتي فيها صدقني كل البرانشات فيها فاتش والله اه والله انا بسمانك انها عمود فخري ف لامسين الموضوع ده اكتر طب تعالوا نروح لابو العريف نسمع ونعلق عليه بعد جدا يا بشة عم رمضان البواب عنده عيل عنده عاقف ظهره دع وجاج ومحتاج عملية بيسألني العملية دي هتعدل هالو قلت له آه ان شاء الله هتتصلح حلوة العملية دي عم رمضان بس ماش دلوقتي اخرها على قد ما تقدر يعني بعد الكلية قبل الجواز قبل كده ممكن ترجع تاني هتبهدل الواد وتعدله العملية تاني لأ اتقل خالص واخرها على قد ما تقدر وما تقلقش بيحصل حقيقة تبصلي الولد يقول لك اصل أنا رحت من الدكتور الفلاني مخيبش ظنني ابن اللذيب مخيبش ظنني برضو فاتة بس فاتة في الديوريش بالضبط لا مقدر فاتة في الديوريش طبعا هو مقدر يفتي في طريقة العلاج هو في الديوريش تبصلي العيان جاي يقول لك الدكتور الفلاني أو الأستاذ الفلاني قال لي لا ده بعد ما يوصل 17-20 سنة 17-20 سنة يعمل حاج ده زاد العوجاج قوي وبدلا ما كنا هنعملها بطريقة بسيطة اللي هو نفك العمود الفقر من الخلف ونحط مصامرنا عملية 3-4 ساعات لا ناخد 8 ساعات أو 10 ساعات ليه نقسم العمود الفقر النصين ونستعد البق مع زيادة الخطورة فالحقيقة نصيحتي للأهل أنه يبص على أولادهم أبسط مثال أو أبسط طريقة لإكتشاف العوجاج أن يوطي وضع الركوع للصلاة وضع الركوع للصلاة حيبا فيه عوجاج لو شاكك نروح للدكتور حيوضح لو شاكك نعمل أشعة ونشوه المهم الاكتشاف المبكر لأن العلاج المبكر نتائجه أحسن من العلاج المتأخر الحقيقة اللي عوجاج الرسالة حضرتك هتبعتها لكل مرضاك أو كل الناس اللي عندهم عوجاج لازم يتواصلوا مع دكتور متخصص مش أي حد ويشوفهم وهو اللي يقرر لهم إيه الحل هل حنلبس حزام هل حننتظر هل حنعمل جراحة وهنعمل جراحة نوعها إيه وكده لازم التواصل ولازم نكتشاف المبكر طبعا قبل أي شيء إن هو الأب أو الأم يشوف الولد أو البنت وهي موطية في وضع الركوع بيبان 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 الأتب بيبان العوجاج بيبان وده طريقة يعني موسوخ منها في اكتشاف المبكر العوجاج انت نورتني الله خلال ونورت منطقة واستمتعت بالحوار هذا الحوار الممتع واستمتعت بالصور هده من يكون الحالات عجبتك الحياة جدا عجبتني انحارتني طبعا يعني زاوية العوجاج زيرو يا كواد يا كوم بعلو اه يعني لا وماشي الله اختلفت الجمهور الكتف ازاي اتعدل طبعا الزواية ديت حاجات دقيقة يعني انتو صعب ان انتو تفهموها قوي لكن انتو اكيد شفتوا واحدة حياتها فيها تشاو تماما تماما من احسن نتاج العمليات الحياة اللي هي وجهك بصعب والحياة يعني من الحاجات اللي تخلي الإنسان السلم انا في سعره سخت للموضوع دوت انا لقى انسى فيلم اسمه كورسي الاعتراف انا بحب يوسف وحبي جدا له فيلم اسم يوسف كورسي الاعتراف فيه واحد قام بدور الاحدب وبان وهو بيتكلم قد ايه لخص احساس اللي عنده هذه الحالة اللي هو هو الشابة عزبة وشكله حلو او الشابة شكله حلو واسطاع حلو انما لما بيبقى عندها الحكاية دي تبدأ تدارة من الاجتماعات العامة ما يبقاش لها اصدقائك كتير تبدأ بقى تخاف منها تطلع على الملأ كده وبتختلف الحياة بعد تماما تماما تيجي تقولك يا ري انا معرفتكش من زمن ليه طب لو حد عنده اللي عوجاك توصي اوصي ليه طبعا وعملين مجموعات على الفيسبوك وبيوصوا بعض يعني ويوصلوا للجراحة اللي بيعملوهم عاملات كوية وانا بوصي برضو الناس تراجع مع دكتور صبري في صفحته اكيد الصفحة محطوطة على تشوف باية الحالات كلها لانه اكيد في صور كتير اوضح كتير اوضح وهيشوفها بشكل اوضح وعارب وفي صور طبعا احنا من رعي برضو انه في صور صعبة شوية لكن على الصفحة صبري رجب الدكتورة ودكتورة جراحات العظام والعمود الفقري وكل الطب اصل يعني جماعة القاهرة استشاري جراحات العمود الفقري انه ورت شكر جدا وابدعت تعادتك في كل الحوارة شكرين جدا ساعتك شكر تراهيم بي خليكم دايما مع الدكتور شكرا شكرا